السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كوروشي. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نشتغل الدايرة الجميلة دي بغرزة السنبولة او غرزة الحشو بحرف الفي بخية المكرمية المصري. هنشوف ازاي نخل الدايرة بتاعتنا منتظمة كده ومستديرة. ما فيهاش اي تضلعات او تعوجات زي ما انتم شايفين كده. ده هيبقى من خلال طريقة التزايد اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة. هنشوف الطريقة بالتفصيل مع بعض بعد شوية خطوة بخطوة. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. فلو عجبكم الفيديو عملو له شير ولايك. ولو لسه اول مرة تشوفوني وحبين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة يسعيدني واشترافني اشترككم في القناة. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بنا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل الدايرة ازاي. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك. هشتغله بابرة الومنيوم رقم خمسة. هبدأ كده باسم الله اول حاجة هعمل دايرة سحرية. اسهل طريقة العمل الدايرة السحرية ان انا بمسك طرف الخيط من البداية كده. وبكني عليه الطرف الطويل اللي انا هسحب منه ده. بعد كده بمسك نقطة التقاء الخطين ببعض بالشكل ده كده. بجيب الابرة بتاعتي وادخل في الدايرة دي باسحب الخيط وباشتغل غرزة سلسلة. خليكم فاكرينه غرزة السلسلة لان اشتغلتها دي هنرجع لها في اخر السطر الاول. وهنقفل فيها السطر الاول بغرزة منزلكه. انا كده كونت دايرة. بسلك طرف الخيط القصير ده عشان اعرف ادي الدايرة بتاعتي واوسعها بسهولة. وهاخد طرف الخيط معي تحت الشغل وهشتغل عليه اول سطر. عشان انضف شغلي اول باول. وفي نفس الوقت سبت الدايرة اكتر عشان ما توسعش بسهولة مع الاستعمال. هابدأ اشتغل داخل الدايرة السحرية اول سطر غرز حشو عادية خالص. خلي بالي كنت بتشتغلي اول سطر من غرز الحشو العادية. رياحي ايدك في الشغل شوية متشدهاش عشان الغرز متبقاش ضيقة. متعرفة تشتغلي فيها السطر التاني غرزة السنبلة. هابدأ اشتغل داخل الدايرة السحرية ست غرز حشو. يبقى اول سطر داخل الدايرة ست غرز حشو. هنشتغل على الدايرة مع طرف الخيط زي ما اتفقنا. غرزة الحشو بنشتغلها ازاي? بدخل بالابرة بتاعتي في الدايرة كده بسحب الخيط. بقى معي لفتين على الابرة. بسحب وبطلع من اللفتين. كده اول غرزة حشو. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. انا كده اشتغلت خمسة حشو. بضيق الدايرة بتاعت شوية عشان عارف اشتغل الغرزة رقم ستة اللي هقفل بها السطر بتاعي. خلي بالك ما تضيقش الدايرة قوي عشان تعرف تشتغلي السطر التاني غرزة السنبلة. بدخل تاني في الدايرة كده بسحب الخيط. بقى معي لفتين على الابرة. دي الغرزة رقم ستة. بقفلها فين? بقفلها في السلسلة اللي انا قلت للكو خليكوا فاكرينها. انا عندي اول غرزة حشو اهي. حرف الفي ده مليش دعوا بيها خالص. بروح على السلسلة اللي قبلها. بدخل بالابرة كده بسحب الخيط من السلسلة. بعد كده بسحبه من الحلقتين بتوع الغرزة رقم ستة. وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلكو. كده انا اشتغلت اول سطري في الدايرة السحرية ست غرز حشو. تمام? مش هقفل الدايرة دلوقتي. هقفلها بعد ما خلص السطر التاني. هنبدأ السطر التاني نشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي غرزة السنبلة. طبعا غرزة السنبلة اه هي شكل من اشكال غرزة الحشو. الفرق بينها وبين الحشو العادية ايه? ان انا بشتغل غرزة الحشو العادية هنا كده في المكان ده. في رأس الغرزة من فوق. في حرف الفي اللي فوق ده. اما غرزة السنبلة بشتغلها في حرف الفي اللي في وش الغرزة من قدام. شايفين? حرف في كده شبه رقم سبعة. لو دخلت بالابرة بتاعتي كده تحت الخيط عشان تبان معايا اكتر. شايفين? الغرزة دي كده. حرف الفي شبه رقم سبعة. ده المكان اللي انا هشتغل فيه غرزة السنبلة. اما الفي اللي فوق دي. دي بشتغل فيها غرزة الحشو العادية. مليش دعوا بها خالص. تمام? طبعا غرزة الصنبلة. آآ في ناس تانية بتسميها غرزة الحشو في حرف الفي. الاتنين مسميات لنفس الغرزة. هنبدأ نشتغل السطر التاني. هشتغل كله تزايد معادة الغرزة رقم ستة. الغرزة رقم ستة دي هتفضل معايا غرزة فردي على طول. يعني بشتغل فيها غرزة واحدة بس. وهقفل بها السطر في كل السطور اللي انا هشتغلها. نبدأ على طول نشتغل السطر التاني. بدخل. فقل بحرف الفي اللي في الوش كده بالابرة بتاعتي. وبطلع من وراء منين من بين الفتلتين اللي في ضهر الغرزة من وراء. لو تلاحزوا معايا ان كل غرزة في ضهر الغرزة من وراء فيه فتلتين جنب بعض. دي الغرزة التانية. ودي الغرزة التالتة. زي ما انتو شايفين كده. كل غرزة في ضهرها فتلتين جنب بعض. لازم اطلع بالقبرة بتاعتي من بين الفتلتين عشان الشغل بتاعي يبقى مظبوط تمام؟ دي اول غرزة دخلت في قلب الغرزة من قدام في حرف ال V اللي في الوش وبسحب الخيط بتاعي وبشتغل فيها غرزتين مع بعض بشتغل فيها تزايد يعني ايه تزايد؟ يعني بشتغل غرزتين في نفس الغرزة دي اول غرزة حشو بجيب علامة بحطها في اول غرزة عشان اعرف بداية السطر ونهايته كده انا اشتغلت اول غرزة بدخل في نفس الغرزة معاها وبشتغل الغرزة التانية يبقى اول غرزة عملتي فيها تزايد اشتغلت فيها غرزتين مع بعض بروح للغرزة التانية برضو هوضح لكم شكل حرف ال V اللي انا بشتغل فيه انا ودخلت بالابرة كده حرف ال V اللي في الوش شبه رقم سبعة وعندي حرف ال V اللي فوق ده راس الغرزة بشتغل فيها الحشو العادية مليش دعو بالفوق وبشتغل هنا كده بدخل كده في قلب الغرزة وبطلع من وراء من بين الفتلتين اللي في الظهر وبشتغل تزايد برضو نفس الغرزة بشتغل فيها غرزتين مع بعض كده واحد اتنين بروح على الغرزة التالتة وبنفس الطريقة بشتغل فيها تزايد واحد اتنين الغرزة رقم اربعة بشتغل فيها تزايد واحد اتنين الغرزة رقم خمسة بشتغل فيها تزايد دي اخر غرزة هعمل فيها تزايد يبقى انا كده اشتغلت تزايد على اول خمس غرز بقفل الدايرة بتاعت شوية وبروح على غرزة رقم ستة بتبقى تحت شوية كده وبتبقى ديقة بدخل شايفين كل الغرز لو تلاحظوا فيها لفتين بس من الخيط او دايرتين كده حلقتين الغرزة الاخيرة في السطر هتبقى معايا على طول كده بيبقى فيها تلات حلقات من الخيط وبتبقى تحت شوية كده فانا بدخل وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وبشيل العلامة من اول غرزة وبدخل في الحلقة الخلفية منها انا عندي اول غرزة حرف الفيئة هو حلقة امامية وخلفية ماليش دعو بالامامية خالص بدخل في الحلقة الخلفية للغرزة الاولى بقى معايا كده تلات لفات اللفتين بتاع الغرزة الاخيرة واللفة بتاعت الحلقة الخلفية للغرزة الاولى بسحب الخيط من الثلاث لفات وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلكة كده أنا خلصت السطر الثاني الشكل كده زي ما أنتوا شايفين بقفل الدايرة بتاعتي خلاص بقى شكل الدايرة كده يبقى أنا اشتغلت تزايد على الأول خمسة حشو والغرزة الأخيرة اللي هي رقم 6 اشتغلت فيها غرزة واحدة بس يبقى عدد الغرزة عندي في السطر الثاني 11 غرزة حشو تمام كده خلصنا السطر الثاني هنبدأ السطر الثالث هشتغل برضو كله تزايد بعد الغرزة الأخيرة كل غرزة هعمل فيها غرزتين مع هذا الغرزة الأخيرة دي اللي بقفل بها السطر هتفضل معايا غرزة واحدة بس فأنا بدخل على طول في أول غرزة من غير أي ارتفاع يا جماعة بدخل في قلب حرف الفي من قدام وبطلع من وراء من المكان المزبوط من بين الفتلتين وبشتغل تزايد في أول غرزة واحد اتنين اتفقنا تزايد يعني ايه؟ يعني غرزتين في نفس الغرزة وبحط العلامة بتاعتي في الغرزة الأولى وبروح على الغرزة التانية وبشتغل فيها تزايد اتنين مع بعض واحد اتنين والغرزة التالتة بعمل فيها تزايد برضو بكرر كده على كل الغرز لحد ما وصل لآخر السطر للغرزة الأخيرة اللي هي رقم 11 هكرر كده بنفس الطريقة بشتغل في كل الغرز تزايد لحد ما وصل لآخر غرزة نشتغلها مع بعض ونقفل السطر بتاعنا انا كده وصلت آخر غرزة يا جماعة هنشتغلها مع بعض ونقفل السطر بتاعنا بدخل في الغرزة الأخيرة كده زي ما قلتلكم بتبقى تحت شوية كده فوقيها تلات حلقات من الخيط عكس الغرزة التانية فوقيها حلقتين بس وبسحب الخيط بتاعي هشتغل فيها غرزة واحدة بس وبشير العلامة من الغرزة الأولى وبدخل في الحلقة الخلفية للغرزة الأولى بقى معايا ثلاث لفات اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة واللفة الخلفية بتاعي الغرزة الأولى وبسحب الخيط من الثلاث لفات وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة تمام؟ شايفين شكل الدائرة جميل ازاي؟ عدد الغرز عندي في السطر الثالث واحد وعشرين غرزة حشو لأن انا اشتغلت التزايد على اول عشر غرز والغرزة رقم حداشر اشتغلت فيها واحدة بس هنبدأ السطر الرابع هشتغل كله من غير تزايد يعني هشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة بس هيبقى عدد الغرز عندي نفس العدد اللي معايا في السطر الثالث وهو واحد وعشرين غرزة حشو ببدأ السطر الرابع بأدخل في اول غرزة على طول باسحب الخيط وباشتغل اول غرزة وبحط العلامة بتاعتي في الغرزة الأولى بروح على الغرزة التانية وباشتغل تاني غرزة كده اتنين والتالتة تلاتة اربعة خمسة هكرر كده بنفس الطريقة كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما وصل للغرزة الأخيرة ونشتغلها مع بعض ونقفل السطر بتاعنا انا كده وصلت اخر السطر الرابع فاضل عندي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض ونقفل بيها السطر بتاعنا بدخل في الغرزة الأخيرة باسحب خيط بقى معايا لفتين على الإبرة بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبدخل في الحلقة الخلفية منها بقى كده معايا 3 لفات اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة واللفة بتاعة الحلقة الخلفية للغرزة الأولى بسحب الخيط من الثلاث لفات وبقفل السطر بمنزلك كده خلصت السطر الرابع اشتغلت كله من غير تزايد يعني اشتغلت في كل غرزة غرزة حشو واحدة بس عدد الغرز هو نفس العدد اللي كان معايا في السطر الثالث وهو 21 غرزة حشو هنبدأ السطر الخامس هشتغل فيه تزايد هشتغل التزايد ازاي؟ باشتغل واحدة تزايد وواحدة حشو وبكرر لحد آخر السطر بدخل في أول غرزة وباشتغل فيها تزايد يعني اتنين في نفس الغرزة واحد اتنين وبحط العلامة بتاعتي في الغرزة الأولى والغرزة التانية بشتغل فيها غرزة حشو واحدة الغرزة رقم ثلاثة بعمل فيها تزايد يعني اتنين في نفس الغرزة واحد اتنين الغرزة رقم أربعة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس هكرر بقى بنفس الطريقة بشتغل واحدة تزايد واحدة حشو لحد ما وصل لآخر السطر ونشتغل آخر غرزة مع بعض ونقفل السطر بتاعنا كده أنا وصلت آخر السطر الخامس فاضل عندي آخر غرزة هنشتغلها برضو مع بعض ونقفل بيها السطر بتاعنا بدخل في الغرزة الأخيرة باسحب خيط بقى معايا لفتين على الإبرة بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبدخل في الحلقة الخلفية منها بقى كده معايا ثلاث لفات اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة واللفة بتاعت الحلقة الخلفية للغرزة الأولى باسحب الخيط من الثلاث لفات وبقفل السطر بتاعي بغرزة منزلقة كده خلصت السطر الخامس اشتغلت فيه تزايد عشر مرات بعدد الغرز عندي واحد وتلاتين غرزة حشو كنت بشتغل واحدة تزايد واحدة حشو زي ما قلتلكم وكررت لحد ما وصلت آخر السطر السطر السادس هنشتغل كله من غير تزايد يعني هشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة بس تمام؟ هبدأ أدخل في أول غرزة على طول وبشتغل الغرزة الأولى وبحط العلامة مكانها في أول غرزة وبكرر بقى على كل الغرز كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس كده اتنين تلاتة اربعة خمسة هكرر كده بنفس الطريقة كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة لحد ما نوصل لآخر السطر ونشتغل مع بعض آخر غرزة ونقفل السطر بتاعنا كده وصلت آخر السطر السادس فاضل عندي آخر غرزة هشتغلها معاك ونقفل بيها السطر بدخل في الغرزة الأخيرة بسحب خيط بقى معي لفتين على الإبرة بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبدخل في الحلقة الخلفية منها بقى كده معي ثلاث لفات بسحب الخيط من الثلاث لفات وبقفل السطر بمنزلقة كده أنا خلصت السطر السادس اشتغلت كله زي ما شفنا مع بعض من غير تزايد يعني اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة بس عدد الغرز واحد وتلاتين غرزة هو نفس العدد اللي كان معايا في السطر الخامس هنبدأ نشتغل السطر السابع وهشتغل فيه تزايد نشتغل التزايد في السطر السابع ازاي؟ بشتغل واحدة تزايد واثنين حشو واحدة تزايد واثنين حشو وبكرر لحد ما وصل لآخر السطر هنبدأ على طول أول غرزة هعمل فيها تزايد يعني بشتغل اتنين مع بعض في نفس الغرزة واحد اتنين وبحط العلامة بتاعتي في الغرزة الأولى الغرزة التانية بشتغل فيها حشو واحدة بس والغرزة التالتة بشتغل فيها حشو واحدة بس. بعد كده بكرر التزايد بتاعي بشتغل واحدة تزايد واتنين حشو. الغرزة رقم اربعة دي بشتغل فيها تزايد يعني اتنين مع بعض في نفس الغرزة. واحد. اتنين. الغرزة رقم خمسة بشتغل فيها حشو واحدة. ورقم ستة بشتغل فيها حشو واحدة. هكرر بقى بنفس الطريقة. باشتغل واحدة تزايد واتنين حش والحد ما وصل لاخر السطر ونقفل السطر مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر السابع يا جماعة. آآ فاضل عندي اخر غرزة برضو هشتغالها معاكم. ونقفل السطر بتاعنا. بدخل في الغرزة الاخيرة باسحب خيط. بقى معي لفتين على الابرة. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وبدخل في الحلقة الخلفية منها. بقى كده معي تلات لفات. باسحب الخيط من التلات لفات. وبقفل السطر بمنزلقة. كده خلصت السطر السابع. اشتغلت واحدة تزايد واتنين حش وكررت لحد ما وصلت اخر السطر. يعني اشتغلت تزايد عشر مرات. يعني عدد الغرز معايا زاد عشر غرز. بقى عدد الغرز واحد واربعين غرزة حشو. تمام? هنبدأ آآ السطر التامن. هشتغل كله من غير تزايد. يعني هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. بدخل في الغرزة الاولى. وبشتغل اول غرزة. وبحط العلامة بتاعتي في الغرزة الاولى. وبكرر بقى على كل الغرز. كل غرزة غرزة واحدة. لحد ما وصل لاخر السطر التامن. هيبقى عدد الغرز عندي نفس العدد اللي كان معايا في السطر السابع وهو واحد واربعين غرزة حشو. كده اربعة. هكامل بقى بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر ونقفل برضو السطر مع بعض. كده انا وصلت اخر السطر التامن. فاضل عندي اخر غرزة هشتغلها معاكم ونقفل بها السطر. بدخل في الغرزة الاخيرة باسحب خيط بقى معايا لفتين على الابرة. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وبادخل في الحلقة الخلفية منها. بقى كده معايا تلات لفات. باسحب الخيط من التلات لفات وبقفل السطر بمنزلكة. انا هو نفس العدد اللي كان معايا في السطر السابع. هنبدأ نشتغل السطر التاسع وهاشتغل فيه تزايد. هاشتغل التزايد في السطر التاسع ازاي؟ باشتغل واحدة تزايد وثلاثة حشو. وبكرر واحدة تزايد وثلاثة حشو. والحد ما وصل لاخر السطر. هنبدأ على طول اول غرزة هشتغل فيها تزايد. بدخل في اول غرزة وباشتغل فيها اتنين مع بعض. واحد. اتنين. بحط العلامة في الغرزة الاولى. الغرزة التانية باشتغل فيها حشو واحدة. والغرزة التالتة باشتغل فيها حشو واحدة. والغرزة الرابعة باشتغل فيها حشو واحدة. يبقى انا كده اشتغلت واحدة تزايد وتلاتة حشو. بكرر تاني. بكرر معاكم كمان مرة. الغرزة رقم خمسة باشتغل فيها تزايد. يعني اتنين مع بعض في نفس الغرزة. والغرزة رقم ستة بشتغل فيها حشو واحدة. ورقم سبعة بشتغل فيها حشو واحدة. ورقم تمانية بشتغل فيها حشو واحدة. هكرر بقى بنفس الطريقة بشتغل واحدة تزايد وتلاتة حشو. لحد ما نوصل لاخر السطر ونرجع نقفل السطر مع بعض. انا كده وصلت اخر السطر التاسع يا جماعة. فضل عندي اخر غرزة هنشتغلها مع بعض ونقفل السطر بتاعنا. بدخل في الغرزة الاخيرة. بسحب خيط. بقى معي لفتين على الابرة. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وبدخل في الحلقة الخلفية منها. بقى كده معي تلات لفات. بسحب الخيط من التلات لفات. وبقفل السطر بمنزلقة. انا كده خلصت السطر التاسع. اشتغلت واحدة تزايد وتلاتة حشو وكررت لحد ما وصلت اخر السطر. يعني عملت تزايد عشر مرات. يعني عدد الغرز زاد معي عشر غرز. عدد الغرز في السطر التاسع واحد وخمسين غرزة حشو. تمام? هنبدأ السطر العاشر هشتغل كله من غير تزايد. يعني هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. بدخل على طول في اول غرزة. وبشتغل غرزة حشو واحدة. بحط العلامة في الغرزة الاولى. وبكرر على كل الغرز. بشتغل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. لحد ما وصل لاخر السطر العاشر. هيبقى عدد الغرز هو نفس العدد اللي كان معي في السطر التاسع. واحد وخمسين غرزة حشو. بكرر بقى بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر السطر ونرجع نقفل السطر مع بعض. كده وصلت اخر السطر العاشر فاضل عندي اخر غرزة. هنشتغلها ونقفل السطر. بدخل في الغرزة الاخيرة باسحب الخيط بقى معي لفتين على الابرة. بشيل العلامة من الغرزة الاولى. وبدخل في الحلقة الخلفية منها. بقى كده معي تلات لفات. بسحب الخيط من التلات لفات وبقفل السطر بمنزلقة. كده انا خلصت السطر العاشر. اشتغلت كله من غير تزايد. يعني اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة بس. عدد الغرز واحد وخمسين غرزة. هو نفس العدد اللي كان معي في السطر التاسع. انا وصلت المقاس الدائرة اللي انا عايزاه. فهوقف شغل عند السطر العاشر وهجيب المزورة. قبل ما قص الخيط بتاعي ونشوف المقاس كام سنتي. مقاس قطر الدائرة اللي احنا اشتغلناها مع بعض تمنتاشر سنتي بالزبط. تمام? طيب انت لو حابت كبر الدائرة بتاعتك عن المقاس ده وتشتغل الدائرة مقاس اكبر. هتشتغل ازاي? بتشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها مع بعض. بتشتغل سطر فيه تزايد والسطر اللي بعديه من غير تزايد. السطر اللي بعد كده السطر رقم حداشر اللي عليه الدور. هتشتغل فيه تزايد. هتشتغل واحدة تزايد واربعة حشو. وبتكرر الحد ما توصلي اخر سطر الحداشر. هيبأ عدد الغرز معايكي واحدة وستين غرزة. بعد كده السطر رقم اتناشر بتشتغليه كله من غير تزايد. يعني بتشتغلي في كل غرزة غرزة واحدة بس. هيبقى معاكي نفس العدد اللي كان في السطر الحداشر وهو واحدة وستين غرزة. لو حبيت تكبري اكتر من كده بتشتغل السطر الرقم تلاتاشر بتعملي فيه تزايد وبتشتغلي واحدة تزايد وخمسة حشو وبتكرر الحد ما توصلي اخر السطر التلاتاشر هيبقى عدد الغرز معاكي واحد وسبعين غرزة السطر الرقم اربعتاشر بتشتغليه كله من غير تزايد يعني بتشتغلي في كل غرزة غرزة واحدة بس هيبقى معاك نفس العدد اللي كان معاكي في السطر التلاتاشر هو واحد وسبعين غرزة تمام لازم يبقى عندك السطر الاخير في الدائرة بتاعتك السطر اللي هو من غير تزايد عشان شكل الدايرة بتاعك ايه بقى مزبوط. بالشكل ده كده. تمام? فانا هجيب الولاعة وهقص الخيط بتاعنا ونشوف هنقفل الدايرة ازاي. انا جبت الولاعة يا جماعة هو قص الخيط بتاعي من هنا كده. بعد كده هعمل ايه? بسحب الخيط من الغرزة الاخيرة. بشيل الابرة كده. وبسحب الخيط من الغرزة الاخيرة من نص حرف. بطلعه كده. شايفين? سحبت الخيط من ين؟ من الغرزة الاخيرة من نص حرف. بعد كده بعمل ايه? بفوت الغرزة الاولى. اللي انا كنت بقفل في الحلقة الخلفية بتاعتها. الغرزة الاولى في السطر اهاي. مليش دعو بيها خالص. باروح على الغرزة التانية. وبدخل تحت حرف كده بالقبرة بتاعتي. بسحب الخيط. بعد ديه من تحت حرف بالشكل ده. وبرجع اسحابه تاري من الغرزة الاخيرة. بادخل في نص حرف وباسحب الخيط بعديه وراء الشغل من وراء. كده انا قفلت الشغل بتاعي كأن ما فيش قفلة خالص زي ما انتم شايفين كده. باللفة دي عملت سلسلة حلت محل الغرزة الاولى اللي انا فوتها تحت. يعني كده عدد الغرز في السطر الاخير واحد وخمسين غرزة العدد بتاعي مزبوط. تمام? بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هعمل ايه? بجيب ابرة التنظيف وبالضمها في الخيط ده. وهنبدأ ننضف الخيط الزيادة ده في ضهر الشغل من وراء تحت غرز الحشو. هالضم الابرة في الخيط وارجع لكم تاني. انا كده لضمت الخيط يا جماعة في الابرة بتاعت التنظيف بالشكل ده كده. هبدأ انضف الخيط بتاعي الزيادة ده تحت غرز الحشو من وراء. بالراحة كده بدخل تحت الغرز. وبسحب. بالشكل ده كده. بعدي تحت الغرز التانية لحد ما خلص الفتلة اللي معايا. الزيادة دي. الغرز اللي بعدها. هيبقى الشكل كده زي ما انتم شايفين كده. هكمل على الفتلة دي خلصها وبعدين انضف الخيط بتاع البداية اللي هو في الداير السحرية. وبعدين نرجع نشوف شكل الداير النهائي عامل ازاي? انا كده خلاص يا جماعنا الضفط الخيوط الزيادة بابرة التنظيف في ضهر الشغل من وراء. بالطريقة اللي شفناها مع بعض بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. وده شكل الدايرة بتاعتي من قدام. ده وش الشغل بتاعي. دايرة جميلة جدا ومستديرة زي ما انتم شايفين كده. قبل ما اقفل معاكم الحلقة النهاردة حابة بس اراجع معاكم عدد الغرز في السطور اللي احنا اشتغلناها. احنا اشتغلنا عشر سطور. اول سطر كان ست غرز حشو. السطر التاني كان حداشر غرزة. السطر التالت واحد وعشرين غرزة. والسطر الرابع واحد وعشرين غرزة. الخامس واحد وتلاتين غرزة. السادس واحد وتلاتين غرزة. السابع واحد واربعين غرزة. التامن واحد واربعين غرزة. التاسع واحد وخمسين غرزة. والسطر العاشر والاخير واحد وخمسين غرزة. دي عدد الغرز اللي احنا اشتغلناها في العشر سطور في الدايرة بتاعتنا. آآ بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. فلو عجبكم الفيديو اعملوه شيروا لايك. ولو لسه اول مرة تشوفوني وحابين تتابعوني وما اشتركتوش في القناة يساعدني اشترككم في القناة. فاشتركوا فعالوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.